مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد برحب بيك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهور النادي الاهلي طيب انت واقف قدام الحافلة اللي هتستقل بالتأكيد من خلالها الفريق إلى التوجه لملعب المباراة آخر الترتيبات ما لاحظت اليوم في طبعا فندق الإقامة الفريق في معسكر منذ الأمس الجديد بالنسبة لك واللي شايفه بالنسبة الاستعداد لهذه المباراة والقائمة كمان اللي اختارها بيتسو موسيماني لمباراة الانتاج الحربي في ظل ان النهاردة قد يجرأ او قد يطرأ عدد من التعديلات على التشكيلة الاساسية بالتأكيد طبعا زميلي محمد انت عارف مباراة الدوري العام هي مباراة بطولة بالنسبة للمنافس النادي الاهلي عنده هدف كبير هي الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام فالنهاردة ان شاء الله تكون مباراة صعبة على كلا الفريقين رغم سوء النتاج اللي بقدمها الانتاج الحربي وايضا كمان الاداء المماز للنادي الاهلي لكن ما لقاش حسابات هذه المباراة لان انت عارف كل الفرقة وكل الاندي اللي بتقابل النادي الاهلي هي مباراة بطولة ومباراة حلمة فمتوقعين النهاردة ان احنا نشوف من خارج الخطوط قيادة فنية مميزة من كابتن مختار مختار وبيتسو موسيماني وايضا داخل الملعب بالنسبة لي الفريقين لكن بشكل عام حالة تركيز كبيرة جدا لكل لعيبة النادي الاهلي المحاضرات المستمرة من بيتسو موسيماني انت عارف خلاص ممكن انتهت الاستعادات الفنية على ملعب مختارة تيتشا امس بيه تدريب شهد محاضرة وشهد تاكتك وشهد كل الصغرات ونقاط اللقاء والضعف وكان تحضير مميز جدا من يونشا طبعا مخاططة الاحمال الجديد ولفد الجديد على النادي الاهلي مع التنسيق مع موسيمة لابا ايضا كمان محل الاداء يعني عاملوا امور مميزة معديدة جدا خلال ايام الماضية وتحديدا امس واليوم بيتسو موسيماني بقى هو اللي امكان اكيد النهاردة التشكيل والتغيير والامور اللي اقتطرقت على فريق النادي الاهلي من الغيابات والاصابات النهاردة ان شاء الله يكون موفق في اختيار عناصر تكون تساعد النادي الاهلي بشكل كبير ويكون جهزة بدنيا وفدنيا انت عارف محمد فيه غيابات بيعود محمد هاني وبيعود درامي ربيعة من كورونا لكن انت عارف الليسة برضو الجهازية الفنية والبدنية لكن وجوده ماجيد فيه القائمة امر مهم جدا لان احنا عندنا غيابات على الجانب الاخر عندنا عمر السلية غياب عندنا مروان محسن محمود وحيد ايضا كمان جينيور اجيو وناصر مير لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبة المتواجدة فيه قائمة فريق النادي الاهلي تقول على قدر مسؤولية كالعادة وباذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي احنا محمد متجين طبعا في فندق لقامة الامور الخاصة والامور اليومية طبعا بكل المباريات الفطار في معاده الغدا في معاده لكن محاضرة الفنية الاخيرة اللي كانت اربع عصرا يعني 35 دي محاضرة بيتسو موسماني اليوم لشرح بقى كل النقاط ونقاط القوة الضعف لفريق الانتاج الحربي بالتأكيد طبعا بنتمنى التوفيق الجو مميز جدا في هذه اللحظات لكن انت عارف مع مرور الوقت وممكن انت عارف المباراة سبعة ونص بيبي فيه برودة شوية في استاد الاهلي والسلام لكن ده جو كره بشكل كبير يساعد لعيبة النادي الاهلي في خلق مساحات وفجاري وتنفيذ الجملة التكتكية اللي بيأكد عليها بيتسو موسماني عايزة طمنك بشكل عام على علي معلول جهازية علي معلول بأكد لك ان شاء الله كمان يكون متواجد كريم هو الجو عندك ساعة مختلف عننا شوية ولا ايه النهاردة الجو انت تحس ان فيه احتباس حراري او فيه درجة حرارة عالية وكاننا مش في شهر يناير هل الاجواء عندك بسا في منطقة اللي فيه فندق الاقامة مع ملعب المباراة انا عارفين الملعب طبعا في اقصى المدينة السلام في مباراة في مكان بعيد عن الاماكن السكنية هل الجو عندكم مختلف شوية فيه برودة في الجو النهاردة يعني بالتأكيد طبعا محمد انا بتفهم معاك ان الجو صعب جدا صباحا بيكون في شمس ونهاردة يمكن الجو كان شمس شوية لكن انت عارف طبعا تأكيدا على كلامك ملعب السلام يعني انت عارف المحيط السكن اللي متوجود او من الملعب السلام تحديدا بيشهد حالة برودة مع على طول احنا كل يوم بيكون في برودة وكل مباراة بيكون على استاذ السلام بيكون في برودة لكن بشكل عام يعني ان شاء الله تنعكس على لعابة النادي الاهلي وتكون حافظ ودفع ليهم مع الدوافع والمعنوات المرتفعة لكل لعابة النادي الاهلي ان شاء الله محمد بالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي اكدلك على جهازية تعالي معلول بنقول طبعا لمحمد هاني ان شاء الله ورامي ربيع لو ليهم دور يكونوا مميزين لكن لسه جهازيتهم الفنية تغيير كمان حكم اللقاء ويمكن اكيد انت اتكلمت علي محمد ولسه تتكلم علي كمان لسه تتكلم علي يعني اكيد طبعا نقول الف سلامة للكابتن امين عامر وبالتوفيق ان شاء الله لكابتن محمد عدل والطاقم بيها الكامل وتحديدا بقى حكام الفار كابتن محمد عباس وكابتن بريم حجوب يا رب ان شاء الله يكونوا مركزين جدا بقى النهاردة شوفنا بعض الغلطات كده وكاد غلطة كبيرة جدا في المباراة الاخيرة لكن يا رب ان شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤولية طاقم التحكيم يكون موفق وان شاء الله لدي الآله بإذن الله النهاردة يحصل ثلاث نقاط مهمين تساعدوا فيها الحفاظ على لقى بطولة الدور العام واستعدادها للثلاث مباراة المهمين قبل ان شاء الله التوجه لكأس العالم ليا لندية الحلم كبير كل جمهور الناس بإذن الله سريعني يا كريم كيفين جونسون المدرب العام لحي النهاردة بالبيع سوى يكون موجود في المباراة ولا لسه لأنه كان سافل جنوب إفريقيا لتلقي واجب العزاء طبعا في وفاة والدته خلال الـ 48 ساعة الماضية النهاردة يكون لحي ويكون موجود معه في المعسكر والمطش ولا غريبا يكون بعد المباراة ويكون رجع بالزبط يا محمد يعني نقول بعد المباراة مع المباراة القادمة مباراة البنك الآلي بإذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الآلي لكن كل الأمور الحمد لله ماشى بشكل طيب كابتن سامي متواجد كابتن سيد بيتسو مسماني لكل كجهاز فني طبعا على أعلى مستوى كعادة تفريق النادي الآلي ويارب إن شاء الله يكون القادم أفضل ولعبتنا إن شاء الله تحقق أداء مميز جدا مع نتيجة تسعد كل جمهور النادي الآلي شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد مرئيس القناة النادي الآلي تغطية إن شاء الله تكون موفقة النهاردة وبالتوفية رب يا كريم النهاردة في تغطية هذه المباراة بتأكيد لقاءات خاصة وحصرية بعد المباراة ومتابعة من خلال السجو التحليلي بإذن الله بعد برنامج التريندا هيكون فيه تغطية خاصة لهذه المباراة ومتابعة لكل أخبار فريق النادي الآلي قبل المباراة اللي هتنطلق الساعة السابعة والنصف على أستاذ الأهلي والسلام اشتركوا في القناة